هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزة رح حاول احكي فيه عن الوضاع العاطفية لألك من مشاعر حبيب نوية مستقبل العلاقة بينكم وكذلك رح حاول احكي عن العذاب عذاب برج الجوزة رح حاول تشوف اذا في شخص جديد بحي تكون او لا وهذه القراءة تنفع لبرج الشمسي قمر يطالع وكذلك فيه امكانية ان تكون كراءة عكسية بداية يا برج الجوزة عم شوفك عم تعيش مع شخص او بتحبه لشخص ممكن يكون سلمية تباعك عم شوفوا لهذا الشخص شخص جد شخص عملي جدا وشخص كذلك مادية حلوة ممكن بالوقت الراهن ممكن عندكم مشاكل عم شوفكم ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض في انفصال وكذلك عم شوف فيه طاقة مراقبة يعني انت بتراقب لهذا الشخص والشخص الاخر كذلك يراقبك من بعيد عم شوف فيه خسارة في ضاية على هذه العلاقة كأنه هذه العلاقة علاقة حب وعلاقة طوام شعليه كتير قوية وهو ممكن حاليا في انفصال كبداية هي عم شوف انه بيقلك انه بيقلك انه لازم تحافظ على انه ضل منفتح الفكر لانه بيقلك انه سلمية تباعك او طوام الشعليه للك مختلف جدا عنك ممكن يكون هو فكريا مختلف عنك مختلف عنك حتى اجتماعيا ممكن يكون هو من بلده انثى من بلد اخر لهيك بيقلك لازم تكون منفتح الفكر عشان تتقبل كل هذا الاختلاف بينك وبين هذا الشريك اوكي عمشوف الشريك كذلك كطاقة فهو شخص حاليا محب بيحبك للك يا برج الجوزاء واقع بغير عمك بس هذا الانسان حاليا انتويه متخاصمين عندكن في اشياء عم تخليكن ما تتفقوا ممكن هذا الاختلاف الكتير بينك وبينه هو سبب الخصام عمشوفه حاليا مبتعد ممكن سبب الابتعاد انه هو ببلد وانت ببلد اخر ممكن سبب الابتعاد هو هذا الخصام اللي بينك وبينه عمشوف كذلك انه هذا الانسان عم يشك انه في خيانة من طرفك يا برج الجوزاء وعمشوفه كأنه في مرأة هذه المرأة عم تقله كلام عنك على انه انت مش جيد على انه انت شخص لعوب على انه انت عندك علاقات عابرة وكل هذه الخصامات ممكن تأتي من هذه المرأة او ممكن يكون رجل عم يقله هذا الحكي كذلك عم نشوف على انه هذا الانسان قبل كان عم ينوي انه انه تكون انت زوجه انه تكون انت الانسان اللي بده يكمل معه حياته بس هذه المشاكل اللي هي تتعلق بامرأة والشك والغيرة على انه ممكن تكون بدخونه هي اسباب خلت هذه العلاقة حاليا بهذا الوضع او مفترقين او عندكم مشاكل حاليا اوكي عم شوف مشاعرك تجاه هذا الانسان كذلك انت بتحبه لهذا الشخص بس عم شوفك كتير تعميل لانه في خسارة اوه 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 او الحبيب عنده كتير كذا شيء يعني ما لي له وقته او عنده كذا امور تشغله بهذه الفترة. عمشوفه يهتم للعمل يهتم لعدة اشياء. عمشوفه لهذا الشخص دائما يشتغل. عنده حب للشغل. عنده حب للنجاح. بس عنده 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 ضبابيه عليك يعني اوكي. عمشوفك على انه ممكن ما انه شايفك صح. كأنه عنده افكار هيك. ممكن هاده المرأة اللي اللي عطيته هاده الافكار السلبية عنك. وكمان في اشياء عمشك فيها. عنده كتير افكار تجول بباله منه سلبية وكذلك ايجابية. هاد الانسان بحبك. في مشاعر كتير قوية لالك. بس في اشخاص ما بدهن هذه العلاقة انه تكون جيدة. اما الاشياء اللي عمشوفه انا ما بتحب انت فيه. ممكن كانت العلاقة السمنة على عسل وكانت العلاقة سيرورته جيدة جدا. وبفرد مرة انتهيت هذه العلاقة. وصار فيها خصامات وصار فيها مشاكل. وصار فيها كتير اشياء ما فهمت انت. ممكن هاده الانسان دخل على حياتكن اللي هي مرأة او رجل. انا لا احدد الجنس. بس هو ممكن يكون رجل ام امرأة. دخلت لحيات كنوا عكدة صفوه هاده العلاقة. كذلك عمشوف اعمشوف اعمشوف على انه في امكانيات ان تكون اه سلحة او او هاده الشخص يرى الحقيقة اه جيدا. اوكي. عمشوف كذلك حتى الاشياء الايجابيه اللي عم تحبه انت فيه. انت بتحب فيه على انه اه متعلق فيك بشدة. انه بيحبك وبيغار عليك بنسبة كبيرة. هذا الانسان عم شوفه غيور. عم شوفه اه بحبك بشدة. حتى انه ما بيعرف كيف يحبك من غير ما يشك فيك وبيحبك من غير ما يتعلق فيك ومن الاشخاص ممكن اللي ازا حبه بحبه يمتلكه الشخص. اما الاشياء اللي هو ما بيحبه فيك. ممكن ما بيحب فيك على انه انت بتعامله بالند. انت من الاشخاص اللي مثلا ازا قللك انه ما تعمل هاد الشغلة بتعامله بالند وفيه عند كتير اوي بهذه العلاقه. ممكن عم شوف على انه هو بيحب انه يعني تسمع على قراراته. تسمع على اوامره. بس انت ممكن ما بتسمع على اوامره. وهدي الاشياء ما بيحبه كذلك. حتى من الاشياء اللي بيحبه هو فيك. عم شوفه. عم شوفك على انه انت الشخص المثال يعني يكون اسرة معك. بحب انه يكون معك بالعيلة. بدي يكون معك ان يكون انت زوجه. وبدو هاد الشغلة. بس ممكن فيه اشخاص تدخلوا لتعكير صفو هذه العلاقه. اه كبيدية عم شوف كذلك ابراج متل برج السرطان. عم شوف اه برج الجوزاء. عم شوف برج الحوت. وبرج الجده. حتى برج الدلو عم شوفه بهذه القراءه. اما بالنسبة اه لا نوايا لهذا الشخص عم ينوي انه بترجعوا لبعض. انه تكون فيه علاقة وقام. انه فيه اسرة تجمعكم مع بعض. اه بدو هاده هاده الحيات يعيشة معك. اه بدو يقول فيه. بدو حيات طبيعية. اه بدو حنان لهذا الشخص. اما انت عم شوفك تنوي او تريد ان يحكي معك هذا الانسان. عم تنتظر كل ليلة او كل يوم انه يبعتك ميسج انه يحكي معك. انه يصلح الامور بينيتكن. اما بالنسبة لمستقبل العلاقة. مستقبل العلاقة يقول الى شيء من الخير. عم شوف ازا كانت فيه مشاكل بينكن. عم شوف الامور رح تنعدل. الامور رح تكون جيدة. عم شوف كذلك فيه فيه في صلحة. اه ممكن فيه شخص رح يكون كوسية خير عليكن ورح رح يعني اه رح يتوسط لتنعدل العلاقة. اه ممكن يكون برج ناري او من برج طرابة. هاده الشخص يكون رسول خير عليكن انتو الاثنين. اوكي? عم شوف كذلك على انه اه لازم هاده هاده العلاقة اشتغال كتير عالي. اه لازم انه تشيلوا منك كل هاده الغيرة والشك والا اشياء السلبية ازا كان فيه اشخاص ثامين حواليكن. حاولوا تشيلون كذلك. وعم شوف ممكن اه للحبيبة او لالك انه الوضع العملية شغله بنسبة كبيرة عن العلاقة كذلك. اما بالنسبة للعذاب. اه ممكن فيه شخاص رح يتقدم لهم يريد الزواج منهم. اوكي? ممكن حدا من ابراج ترابية. حدا عنده شغل جيد. وحدا بيهمه النجاح المادي بنسبة كبيرة. ممكن يكون شوية يعني شخص كبير شوية بالسن. وعم شوفوا لهذا الانسان نجاح ماديا وكذلك يحتاج الى العطف. يحتاج الى الحنان. وعم شوفوا شخص بده يملى بيته. يعني بده يعمر بيته هذا الشخص. ممكن تتلقى رسالة من هذا الانسان. وممكن هذا الانسان يكون بعيد عنك. بعيد بالوطن. بعيد عنك يعني حتى جيوغرافيا. اه وبده يقدم لك كاس الحب. ويقل لك انه انا بدييك على سنة الله ورسوله. اه بحبك لهذا الشخص. او ممكن وعجب. بشوفوا انا ما عجب اكتر من محب. اه يعني هني اقل لكم يا برج الجوزاء. اه على هاد الشخص الجميل جدا. وام شكرا الله حسنا استمع كلها الي. وام كتير بتلقى رسائل حلوة من كل الابراج. وبتقولي انه بتحبوني وبتحبوا طريقة كلامي. بحبكن كذلك. اه الله يحرمني منكن. والله العظيم يعني عندي. فرح لما بشوف الكمن تابعكم بكون سعيد جدا. بشكركم كتير. وبتمنى لكم كل الخير والمسارات. وما تنسوا تعملوا اللي لايك وسبسك وعيبا.